نهار ده رابطة الاندية يعني طلعت بعض القارات المهمة اولها في مباراة الاهلي والاسماعيلي فرض عقوبات مالية على النادي الاهلي بسبب السباب الجماعي لجماعيره خلال المباراة وفي مباراة الزمالك والاتحاد اسكندري فرض عقوبات مالية على النادي الزمالك بسبب السباب الجماعي ايضا خلال المباراة وايقاف حسام عبد المجيد لعب الزمالك مباراة واحدة بعد الطرد في هذه المواجهة مواجهة الاتحاد ايضا في مباراة بيرامدز وفيوتشر اقاف هاني سعيد المدير الرياضي النادي بيرامدز مباراة وغرامة عشر تلاف جنيه ولم يوضحه السبب البنك الاهلي والمصري البورسعيدي اقاف خالد جلال مدير الفني للبنك الاهلي مباراة وغرامة عشر تلاف جنيه وايضا لم يوضحه السبب كمان في مباراة المقولون وفاركو اقاف محمود عبدالعزيز لعب المقولون مباراتين للتدخل عنيف خلال المباراة واقاف كينج سوكاري لعب فاركو مباراة واحدة وفي مباراة سموحة والجنة اقاف عمر طارق لعب الجنة مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة مؤكدة